السلام عليكم أطفالي الأعزاء كيف حالكم؟ إذا الآن سوف نبدأ درس جديد الكرة والقرص والدائرة لسفاق، لديسك، لساكل مستوى التاسب سبائي درس 35 صفحة 110 إذا لدينا في الوضعية الأولى لنبحث عن اسم مدينة من مدن بلادي الحرف الأول لهذه المدينة هو تاي الموجود هنا الحروف الخمسة الأخرى توجد على نفس المسافة من النقطة يعني من النقطة توجد هنا أليف نسمي الحروف الخمسة إذا ماذا يجب علينا أن نفعل؟ لدينا هنا هذه النقطة تاي هي المركز وسوف نرسم دائرة تمر من خمسة نقاط خمسة نقاط إذا نرسم دائرة على هذا الشكل وهذه الدائرة نرسمها بوسط البركار نضع رأس البركار هنا والقلم في نقطة A ثم نرسم بدون أن نقوم بتحريك اليد وسوف نرسم دائرة تمر من هذه النقطة إذن النقطة التي حصلنا عليها هي نقطة A N R A J أن أقاج حروف اسم هذه المدينة تنتمي إلى نفس هذه الحروف تنتمي إلى نفس ماذا؟ هذا الخط هنا المنحنى يسمى الدائرة حرف اسم هذه المدينة تنتمي إلى نفس الدائرة التي نعم تي ماذا يسمى ماذا يمثل هذه النقطة التي تمثل تمثل مركز الدائرة التي مركزها التي اسم هذه المدينة نعم تانجي تي تانجي مدينة تانجي قال آدم يمكنني رسم دائرة أخرى مركزها التي وتمر بنقاط ثلاث غير حروف المدينة يعني النقطة ثلاث كم بقيت لنا بالنقطة هنا؟ بقيت لنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة قال لنا آدم دائرة تمر من مركزها التي وتمر بنقاط نقوم نرسم برسم نقطة نضع الرأس البركار هنا ونرسم انطلاقا من السي وتمر على ثلاثة نقطة نعم السي ألف أش هذه هي الدائرة التي سيرسمها آدم وقالت وفاء أن أيضا يمكن نرسم دائرة ثالثة مركزها التي تمر بنقاط التي لم تمر بها الدائرة المرسمتها يعني هذه الدائرة كم بقيت لنا من نقطة هنا؟ أم أ ب ب و أ هذه النقطة قالت وفاء سوف يمكنها أن ترسم دائرة تمر من هذه النقط سوف نرى نعم يمكنها أن تمر من هذه ترسم دائرة تمر من هذه النقط إذا وبالتالي نقول نقد رسمنا ثلاثة دائرات تمر من نفسي لها نفس المركز أولا أضع علامة تحت كل قرص وعلامة ناقص تحت كل دائرة وعلامة زائد تحت كل كرة نعم هذا الرسم لمن؟ ماذا لدينا هنا؟ لدينا هنا دائرة نعم نضع سحتها علامة ناقص وهنا لدينا قرص هذا القرص لأنه سريء من الداخل نضع فيها علامة الضرب وهذه دائرة أعفوا هذه كرة لا تست أباد نضع فيها علامة زائد وهكذا هذا قرص ضرب دائرة زائد قرص على مسل الضرب ودائرة على مسل الناقص سادسا أضع علامة إكس تحت الجزء الناقص من القرص نعم لدينا هذا القرص أنا وضعت القرص الذي أوضحه لكم جيدا وضعت قرصا مقسم إلى أربعة أجزاء يعني لنوضح لكم بأن الجزء الذي ينقصه للدائرة سوف نضع هذا الجزء هنا نعم وبالتالي نستنتج بأن هذا الجزء هو الذي ينقصه النقص من القرص وليس هذا والهذا وبالتالي نستنتج بأن الجزء الاثنان هو الجزء نقص من القرص ونضع سحته علامة سابعا أرسم قرصا يحتوي على جميع النقاط إلا ثلاث نقاط وألونه بالأخضر نعم هنا أمركز القرص أمركز القرص النقطة السوداء وأرسم قرصا أو تاسعا ألاحظوا وأثمموا بوضع العلامة تقعوا حباز القمحي على نفس البعد من رأس منقار الطائر هناك الطائر من قار الطائر يوجد في مركز الدائرة قالوا لنا تقعوا حباز القمحي الموجودة هنا على نفس البعد من رأس منقار الطائر نعم أم لا نعم لأن هذا المقار منقار الطائر ينسمي إلى المركز والحباز ينسمي إلى الدائرة هذا نقوم بعلامة نعم كم حباز القمحي يمكن أن نرسمها على نفس البعد عشرة عشرون أم أكثر من عشرون يعني هذه الحباز يمكن أن نرسمها واحد واثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعشر أخذ عشر وعشر وعشر وعشرون بل يمكن أن نرسم أكثر من عشرون بل خمسون أو ستة سبعون إذن بمعنى هذا الدرس به تطبيق أكثر سفعنا كيف نستعمل البلك برسم الدائرة إذن الدائرة لدينا مركز دائما نقطة هذه النقطة هي مركز الدائرة أضع البلكار رأس البلكار لأو في النقطة هكذا نعم ونرسم الدائرة الطريقة الصحيمة أنها قومة بإزاحة هذه المركز وأرسم الدائرة هكذا نعم أخر نعم هكذا نصم دائرة أتمنى أن يكونوا واضح جدا هذا المركز دائما يكونوا وننحو بإزاحة هذا المركز المكاني نعم هكذا هكذا هكونا قد رسمت هذه الدائرة هاته يسمى مركز الدائرة هذا يسمى مركز الدائرة أه تريد أن نقص شعاع الدائرة الشعاع من المركز من المركز إلى إلى خلق الدائرة كم لدي هنا؟ نعم لدي ثلاث سمترات وأيضا هنا لدي ثلاث سمترات وهنا ثلاث سمترات يعني الدائرة تبعد على المركز بثلاث سمترات ونقول بأن شعار الدائرة ثلاث سمترات الطريقة الثانية لو طلب مني أن نرسم دائرة شعارها سون سمتران اثنان سمتر اضعوا الفتحة على المسترى ونقصوا اثنان سمتر هكذا مثلا في السفر الى اثنان نعم هكذا في السفر الى اثنان نعم الان يوجد في اثنان سمتران ونقص الفتحة بينا سم سمتران وحفظوا مركز نقطة اين ما تريدون ولا رسم دايرة نضعوا فتحة لك انكم مضبرا صد بركاء ولا رسم دايرة نعم هكذا عفوا لو ازلتوا على المكان اتعجوا الى المكان في القصر ولا طبالة ولا ميرو ايه فتحصى البركاء اذا فتحصى البركاء ايه فتحصى البركاء ليش مسترى صغية فتحصى البركاء نعم 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 سيتصوصي بطران اذا هذه الدكاء شعارها هذا الشعار اثنان اثنان سنتين مركزها ايه دائرة مركزها ايه وشعارها سنتين والمطلوب منكم ايضا ايجاز تمارين تالية تمارين اثنان صفحة مئة وعشرة وتمارين ثلاثة أربعة خمسة صفحة مئة وعشرة مئة وعشرة الهدف من هذه التمارين هو تدرب على رسم الدائرة وسط البركاء دائما استعملوا البركاء لرسم الدائرة شكرا على انتباعكم وإلى اللقاء إن شاء الله